روح يا سواريز. انا عجبني سواريز. يلا يا ميسي. يلا يا ميسي. انا اودها لك عشان توريني البلدز. ايوة يا اخي. ايوة يا جدع. هو البلدز فينه من بدري. انا بواسط الانفراض عشان توريني البلدز. ايوه يلبس يا باشا الصبع? يلبس الصبع لان اللي هيحصل في الفيديو ده النهاردة الناس مش مستعدة ان هي تشوفوها. هتقول لي ايه اللي هيحصل? هقول لك ام اس ان. ام اس ان نور فريقي. هل هعديهم من غير ما اجربهم. نزلت بطولة جديدة ومسابقة جديدة ورنك جديد فيها تصنيف وكلام مهم في ايه فوتبول رجالة? واحنا معنا الام اس ان. معنا كده ان احنا فريقنا مرعب. وزي ما انت شايفت تشكيلة زهرة قدامك عندك ام اس ان بالاضافة لبيركامب وتحتيهم جريزمن. ففي رعب النهاردة هيحصل في الفيديو ان شاء الله. فانا عايزك تحط لايك تشترك في القناة. لان اللي هيحصل في الخصوم النهاردة. انا غير مسؤول عنه بصراحة. فيلا بنا ندخل في الفيديو مع بعض. نزلت البطولة باشا اسمها تستنج مايليمت. معرفش اختبر حدودي او حاجة زي كده. النسخة الاولى. وطبعا لعبنا تلات نطشاط. كسبنا التلات نطشاط. سجلنا سبع اهداف. اه تس سبع اهداف ولا تسع اهداف. مش عارف بصراحة. مش عارف انا واحدة اللي بيبقى الاهداف. المهم ان احنا لا سجلنا سبعة. وجمعنا تسع نقاط صح من تلات نطشاط. فالبطولة بيبقى فيها لعيبة كويسين. بيبقى فيها تنافسة عالي جدا. لان الجوايس بتبقى مهمة. اللي هي الكروت بتاعة بوستر اللاعبين. اللي الناس محتاجاها. فبالتالي انا واحد من الناس محتاج بوستر اللاعبين. عشان اغير البوستر لبعض اللاعبين واني احتاجهم فيه التشكيلة بتاعتنا. ايه ده دخلنا لخصم. وانا ما خدتش بالي مين الخصم او قوته عاملة ازاي? فتعال كده. تعال مبص على اللاعبين. ايرلنج هلند. هنزله مكان دينيس بيركمب. يلعب جانب اه صن. وبالنسبة لديفيد عندنا فرناندو توريس. فرناندو توريس السهم الفوق. بس فرناندو انا باعتذر لك لان انا داخل العب بالامي اس اند. تعال امعلم ورنا تشكيلة الخصم عنده تشكيلة متواضعة. وعنده سومر في الحراسة وسومر قصير. معنى كده ان البلتزي كيرلر هيسمع وينور الفيديو على الجالة. الرجل اسمه فريق وصلي على سيدنا محمد. فان عايزك تصلي على سيدنا محمد في البداية كده. اه اه انا بديت من غير ما اخد بالي. روح اسواريز. اسواريز اه ايدجار ديفيد ماشي مش كنت اقول له ازاي حاجز عليك. افتكرت انه ايدجار ديفيد في ايدجار ديفيد يعمل اللي هو عايزه لانه هو تنين بصراحة. شوف صايد يا حاكم. طلع عنيسته. اولا لا ده كريستان رونالدو. اش كان معان ان مار قدام? كان معان ان مار تقريبا. يروحها لي ميسي. يروحها لي ميسي كستا كورتا. ايه ده يا سواريز لحد ميسي ما يطلع ودي ميسي. 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 راه اوه لو كانت قطمت صح لو كان عدة صح من ادمس ده تقريبا المدافع. واحدة على هالندا لان هالندا طويل. فاحنا نلعب على الطول ده. ايه يا كدعان الكرة اللي عادت دي ازاي طيب. ازاي طيب. ازاي اللاعب اهواقفة بتتفرج والكرة عادت بالطريقة دي يا جدعان مش ممكن يروح اسواريز. يروح اسواريز. حطي ليوا اسواريز عشان ما يفكرش يطلع. اوه فكرت هيطلع الحارس واللهي طلع مش لعيب طلع مش لعيب. وانا فكرته لعيب وهيطلع الحارس بقى انا غلطان اصلا. انا غلطان ان انا استعجلت لا مش لميسي ايوهي يا بيل انجهام يلا نيمو يلا سواريز ودي يا سواريز واحد صفر سواريز واحد صفري واحد واحد سواريز احتفل الاحتفال المومنتالي بتاعك راح خد بالحضن نمر وميسي وتعالى احتفل لان انا مش هرحمك ان شاء الله انت حطيت فيها جول انا معرفش حصل ازاي ومعرفش دخل ازاي فصال على الرسول اللي معايا عشان اللي جاي ضمار عالكل هلو الكلام ودي يا جريزو سواريز سواريز لنمار اه تلعبت غلط ماش ماش فيش مشكلة عجبني تحرك سواريز انه بياخد يمين وشمال مش مش ماسك بس اللي هو ايه انه هو يلعب في المركز بتاع راس الحربة بس لا متنوع بيروح على الهاف بيروح مكان نمار عجبني الكلام ده لا يا بتيش لا يا بتيش عايزين احنا الكلام ده ودي ميسي يا ميسي تحرك شوية يا ميسي تحرك شوية يا ميسي هضم للعمق لو ضميت للعمق كنا جبناها جول على هادي يلعب كورتك على هادي ايه ده يا سواريز ميسي يا جدعان ميسي تحركته انا مش عارف الصراحة يمكن انا اللي عمله يمكن انا اللي حطه كاس اس هو مش متاقلم عليها مش عارف انا بصراحة مش عارف اهي ميسي اهي كورتك دي يا ميسي الله انا في حاجة غلط أنا ميسي فيه حاجة غلط الكرة دي عدت من ميسي يا رجالة أنا مش عارف بصراحة أعمل له إيه تاني أنا مهد دين فراد ومعرفش استلمها وخلقها تطلع برة فربنا يسطر وما يكونش اللي في بالي يعني حرام حرام لو أنا صرف دم قلبي عشان خاطر ألاقي اللي بيحصل ده أنا سوارز عجبني بصراحة بوم لبسنا التاني هتقول لي إزاي عده وإزاي شطها مش عارف بصراحة اللي ميسي بيضيعه أنا بستقبله من مرضونا في الناحية التانية الله ينور يا عمي ميسي على الفرص اللي أنت بتضيعها روح يا سوارز روح يا سوارز أنا عجبني سوارز يلا يا ميسي يلا يا ميسي أنا أودها لك عشان توريني البلدز أيوة يا أخي أيوة يا جدع هو البلدز فينه من بدري أنا بواسط الانفراد عشان توريني البلدز هو ده البلدز اللي أنا عايزه هو ده ميسي اللي أنا عايزه يلا بقى يا ميسي اشتغل يلا يا ميسي بقى انا عايز تشوف العظمة فين عايز تشوف العظمة بجد طلع سواريز يا ميسي كان حل سواريز انفراد حلو الراجل طلع بها قاوت وده شئ كويس اود الميسي اتحرك اود الميسي ميسي طلع سواريز ديفيد مش ممكن اتجار ديفيس مش ممكن مش عاف اسمه ديفيد ولا ديفيس هاي اللي يا بديه يروح اميسي يروح اميسي يروح يا هالند ادي يا هالند لسواريز هالند تلت ايام بيستلن يا رب ما يضطرت بقى عشان انا شايت من بدري يا هالند نزار الحمد لله انا شايت من بدري فاضطريت اتكع المربع تاني عشان استعجله في الشغطة فعملت تاكل انجي كسرت الولد فالحمد لله انه مضطرتش احنا حرام احنا متعدلين اديها 72 احنا تعادل لازم لازم نغير لازم نغير عندنا فرناندو توريس وديفد فيا يلا بينا بقى بيرباتوف بيرباتوف انا مستنى عظمها انا مستنى هايل يا بيركب هايل يا بيركب انتخال بيتل يروح يجيب جول انا مش عارفة بيعمل ايه هنا اصلا ميسي اطلع من جيب الناس يا ميسي ميسي يا جدعان في جيبهم والله العظيم بيلعب في جيب المدفعين حرامة عادل مطش ازاي ده حرامة عادل مطش ازاي ده الراجل جاي بجوال يعني مش عايز اقول ما تجيش عشان برضه بس ظلمت الراجل احنا عافلين احنا عافلين جامد يا بيتل ودي الميسي بس ميسي يسيبي قال ويمشي يا جدعان ماذا ده مش طبيعي اطلع يا نسي اطلع يا نسي شخص ادي مش عايزين غلطات هنا هاي ياعبة علمي في الله والله علي ياعبة يا عبتي يا ياسي msid يا جدعان وحش اوى المطش ده انا مش عقوليhe وحش اوى كفي المجمل .ميسي وحش اويا المطش ده يا جدعان مش طبيعي الجس يعملين بايجل المقيه ميسي بيعمله ماهله تحرُقات وحشة اوي انا ما عرفش فيه ايه المشكلة انا مش عارف ايه المشكلة هل مركزه نحاول الماتش الجاي نغير له مركزه يعمل او المركز مزعال ولا حاجة ودي ودي حط يا برباتوف ايه ده ايه يا حكم ايه يا حكم حرام حرام يا بيه حرام دي تضيع حرام دي تضيع بصراحة تعادلنا في ماتش انا شايف ان ما كنش نستحق نتعادل وشايف ان لو لو ميسي لو ده ميسي فعلا احناك الماتش ده خلص خمسة مستريح الماتش ده رجالة انا مينفعش اعدي اللي حصل الماتش اللي فات فعشان كده انا مدي كون ترترجت لمسي فانحشيل منه الكون ترترجت لان اللي عمله ما يستهلش ان ياخد الكون ترترجت بصراحة وتعال نحط التشكيلة ميسي سهم الفوق فما عندهوش حجة يا رجالة ميسي ما عندهوش حجة انه ما يقدم ليش عظمة في الماتش ده هلن ده ايضا سهم الفوق هلعبوا جنب سوارز عاملين سنوعية كويسة اوي في خط الهجوم عندي اه ممكن بيكينبور ايضا سهم الفوق فانزلوا مكان باريزي حيلعب في المكان ده كويس بس باقي اللعيبة كويسين باقي اللعيبة اه مش محتاجين نعلق عليهم تشكيلة الخصم يا معلم كريستيان رونالدو وهلند وميس المية وخمسة ودينيلسون وفليبلا في الدفاع ومعه مانويل نوير فالارتو البلتزة هيكون صعب في الماتش ده خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في مباراتنا التانية في تجربة الام اس ان والله حاس في حاجة غلط يا جدعان هل الاس اس هو اللي بيخلي اللعيبة تدخل ورا المدافعين كده اسه لب Rule سواريز قواه سواريSe حال ج spindle يجبني يجدعان ح 미س contra سواريز في التاريخ يا سواريز بالكعب يا مفتري بالكعب يا مفتري ده يعطاها حرام عليك يا سواريز انا قلت بقى يا باشا 1-0 نمار عدة سواريز استلم بدهره وقدي نمار نمار قفلت الكور الله على المهار يا نمار عندي مقولة شهيرة بتقول لا تعب اسمع ليليان تورام يلا ميس اه في لبلا ميش برضو مش هعترض على ميس لان في لبلا بجامد والله ما فيه اجمد من لويس سواريز والله ما فيه اجمد من لويس سواريز يا جدعان يا نهر قبيد يا جدعان على العظمة والجمال اللي حصل من لويس سواريز في التغطية الدفعية اللي عملها الهجمة اللي فاتت دي ميس بيطلع بالكورة تسويبة ما يشوتش هاي الهاي ليليان تورام وهالند لا تعبس مع ليليان تورام دي مقولة انا سبتها يا جدعان انا سبتها عند ليليان تورام خلاص تجيبها بيكن بور لا يا جدعان هاي اليانستا هاي اليانستا قوي شو ترقل بيخلص تعادل وايضا اختفاء ميسي فانا هعمل حركة حلوة لعلها ترجع ميسي للحياة وهي ان هدخله راس حربة جنب سواريز او نخلي ده كده وننزل دينيس بيركمب يكون كصانع ألعاب وحنشوف ايه اللي هيحصل وحنشوف هال جريزمان هيبقى أفضل من ميسي في تحركاته ومع العلم انه بيلعب في نفس المركز اختلت لها بيركم يا بيكينباور يلا ميسي ميسي اول التحق والله كويس وديبلي بصي عم تحركات جريزمان بصي عم تحركات جريزمان والله العظيم والله يا جدعان ميسي في حاجة غلط والله ههباحلف بالله ميسي يا اما مش عاق يا مستحيل تكون التطوير يا صعب بصي عم جريزمان بيتحرك عادي يا هوات زي الناس جريزمان بيتحرك عادي زي الناس وكان ممكن ياخد الكرة كمان يا ابن الله تعب اسمع ليليان تران حط بيمينك يا ميسي حلو حط يا سواريز في العرضة يا سواريز حلو يا سواريز حلو يا سواريز احنا بنلعب كويس جريزما لما راح مكان ميسي بقى كل حاجة بتحصل من هناك حرفيا كل حاجة بقت بتحصل من هناك يلا بيتي انت اطول يلا ميسي بص يا عم جريزما نعم بص يا عم جريزما نعم ميسي ادي هدف ميسي ده هدف نحتفل تعال انا هعمل ايه طيب انا داخل اتجرب ايه ميس ان انا الى الان ما عنديش غير اس بس الام والان طاروا اجدعان سواريز اه نمار يعني احس افضل من ميسي على الان اللي بيلعب وانتو مع الناس ميسي مختفي تماما وكل تحركاته غلط مش عارب بصراحة يعني هل التطويرة حواليكم التطويرة دلوقتي لو حد شايف ان التطويرة اه فيها مشكلة يقول لنا يقول لنا نعدلها في الفيديوهات اللي جاية بص سواريز سواريز مرحب حط يا ميسي ضعت يا جدعان خلينا صابرين خلينا صابرين ما نتفقلش فقل وحش لسه عندنا مطش كمان فتعالا نرفع ب بيركمب هنرفع ب بيركمب عشان نخلي كل الجماعة يدخلوا اذا كان ميسي بقى او اي حد تاني يلا بنا واحدة في النص يا بيركمب وديها سواريز حلو الكلام هاي الاول حلو الكلام يا نمار لو كانت كملة من نمار دي هتكتب عشر على عشر ودي نمار يا سواريز ودي ميسي يا نمار حتى نمار واقف خط يا نمار حلو يا نمار طب ليه نمار ما عندوش احتفال عندو احتفال والله كنت لسه عقول ليه نمار ما عندوش تلات احتفالات زيهم كده نمار طلع عندو احتفال يا رجالة كم كده اتنين صفر تعال يا تعال مبدل اتوقعنا على الله انا بنسبالي مبسوط جدا مبسوط جدا يا جدعان من اللي بتقدم من لويس وارز وزعلان جدا من اللي بيقدمه ليونيل مسي خير ان سواء ان ايه يا ولد يا ليليان ترام لا تعب اسمها عليليان ترام يا ولد يا بيكين باول يا 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 سن يا سن انت ايه نزلت مكاني مار بوزت انت كمان ولا ايه راح صلاح اضطهله في العكسية بصلاح صدت نوير دا ايه نوير دا ايه يا نوير انت بتصد ايه حاجة يا نوير هلو لأسست من ميسي وده يديني احاق ان المطش الاخير اللي جاي اميسي نجم المباراة والله ان المطش الاجيئ الاخير احط ميسي صانع العاب ايه رأيكم اغير ميسي واحطه صانع العاب واريه نجم المباراة انتوني جريزمان ايه ميسي والله سبعة ونص ميسي ونيمار وانتوني جريزمان هما نجوم المباراة ولو اني ظلمين سواريز ومديني تقفيم ستة من عشرة وهو عمل كل حاجة سواريز كان بينزلي يدافع كان بيروح يهاجم وكان بيباص وبيدي سروهات سواريز افضل لاعب معايا الى الان بصراحة كسبنا اربع ماتشاط بقى نتائرتنا بقى السبعة وعشرين الف يا رجالة ولسه فضلنا ماتش كمان قلت بصراحة فكنا من البطولة دي ونلعب ماتش في الدفجن دخلت ضد خصم قطقته او قوته تلات تلاف مية تمانية واربعين تعالى بقى نزبط التشكيلة ونحط اه نغير بعض اللاعبين قبل ما ندخل احب اقولك انه دي تشكيلة الخصم كده يعني عشان بس تبقى عارف احنا باللعب مين دي تشكيلة الخصم يا بشا اه كافو تموري كستاكورتا خولت سكولز ما شاء الله ما شاء الله بصراحة وعنده الياء قدام ربنا هيسطر ويكون فعلنا بصراحة في الماتش ده هاي الروح براح برباتوف براح برباتوف شغل الشغل يا برباتوف كاسيس كاسيس انا خفت بصراح برباتوف بطيء وخفت اطباطق اكتر من كده الرجل يجبني حرام عليك يا برباتوف الهجمة كانت حلوة قوي بصراحة ان شاء الله نستا هيخش يحط ان شاء الله نستا هيخش يحط يا معلم ان شاء الله نستا هيخش يحط يا معلم لسه بتكلم يا رجالة نستا 1-0 قلتلك سيبك بالبطولة وتعالى للماتشات الحقيقية تعالى للماتشات الديفجن اللي يطالك فيها نستا ويحطلنا 1-0 يا ابن اللعيبة يا نستا ولد يا لو يا جدعان كان حيخدها على ايبها هي خبطت كان حيخدها على ايبها ويحطها في الجول بس ماشي ماشي مفيش مشكلة مفيش مشكلة يلا يا بريزي عالمي يا جدعان بريزي عالمي لا تعب اسمع ليلين تورام لا تعب اسمع ليلين تورام يا هلند يقو رجلك شوي يا روح يا هلند يطلع يا جبار ديولة صفر يا حكم 1-0 يا رجالة باللعب واحد بيسام نفسه السينيجال وتلات تلف فريته جامدة فريته جامدة وحنا عاملين شغل بس انا مش عارف كاسياس اللي معاه صد كورتين ميتشالوش بصراحة فهنكمل مفيش مشكلة احنا بنلعب كويس عجبني اه نمار ايضا بقى بيعجبني كصانع العاب الوقت بينزل يدافع وبيطلع يا هاجم فده شيء كويس ودي على نمار ودي نمار سواريز سواريز يودي هالند هالند راح هالند حط بيمينه الله 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 الله. عايز اعرف رأيكم هل تفويتة هيلاند دي مقصودة ولا اي كلام. عايز اعرف رأيك في التعليقات. قل لي في التعليقات عشان انا حايفة باعرف رأيك في التعليقات في التفويتة اللي فاتت دي. هاي لانسته. راح مسي. راح مسي. راح مسي. راح هيلاند. هاي يعني بص بص ده اللي بكلمك فيه. ده اللي بكلمك فيه. وسوارز مش هيسمي. سواريز مش هيسمي انسى. ايه ما تستناش ان سواريز يتصد منه وكو تصد من هيلند. مفيش مشكلة. انما انك تصد من سواريز في في التمنتاشر انسى الكلام ده يا معلم. هينسح بالراجل. لا لا يعني التصوير. التصوير احنا بنصور. اصبر بس نزود الغلة ونحلي الماتش اكتر من كده يا جدع. يجد عمي السيكمان راجع يدافع. التوطيع ده التوطيع ده مش ممكن. التوطيع ده مش ممكن. حتى الكرة وهي داخلة بتقطع. انا معرفش الراجل اللي عامل سطوب عامل ايه? السطوب بتاعته طولت. اللقبة بدأت تقطع يا رجالة. يا مسهل الحال وتتعدل. ميسي باورشوت يا ميسي. ودي بقى. ودي بقى يا ميسي بقى. اخي زهقت. اخي زهقت. عايز احط بيه. عايز اعمل بيه لقطة تتحط كده كحتى مقدمة في الفيديو. عملت حركة حلوة بمناسبة ان هو عامل سطوب. خليت سوارز اس اس. وحبيت اجربه كاس اس. واشوف ايه اللي هيحصل. هل هيعرف يلعب زي ما بيلعب كده ويبقى جامد. ولا ايه اللي هيحصل الاس اس. ده المفروض ان هو بيدخل اصلا التمنتاشر بشكل كبير. مع البسات الكتيرة اللي انا بعملها. فا اه ربنا هيكرم. عندنا كورنر وميسي اللي هيلعبها. بص هتلعب على التو اوبشن. وبعدين تعمل سويتش. عشان يجيب لك لعب فاتبصيله بميسي. تمام تمام. وتدي سروت تاني لأ لميسي. بقى بازت بازت الكورنر. عد الرجل بطريقة لا يمكن توقعها. حط الارتو ولكن ده ده كان بيطالع والحمد لله صد الكورة. خلصت المباراة خلصت المباراة. تلاتة واحد مش عارف اتكلم صراحة. في زل تقلق كل اللاعبين. كل اللاعبين. الا ميسي. فانعايز اعرف رأيكم. هل في مشكلة معايا? هل انا مطورو غلط? حواريكم التطوير اكسبنا باشا الحمد لله. بص يا رجالة تطويرت ميسي هي معايا? انا مش عارف لعب معايا تسع ما تشاط مسجل تلت اهداف بس. تطويرته هايات خمسة اتنين تلت عشرات وزي ما انت شايف الارقام بتاعته خارقة حرفيا. بص نمار الناحة التانية لعب اتنين وعشرين مباراة مسجل اربعة وعشرين هدف. نمار مرعب. وتلت اسستات يعني مسهب معايا بسبعة وعشرين هدف في اتنين وعشرين مباراة فقط. وريني لويسي سواريز. لعب معايا تسعة. اه. لا مش من هنا. مش من هنا. فين لويسي سواريز? هوت يا معلم. لعب تسعة مسجل اربعة وعامل اربعة. يعني مساهمة بتمن اهداف في تسع مطشاط. ميسي لعب تسع مطشاط جايب تلت جوال بس يا جدا يعني. اه. اقولولي. اقولولي والله لان انا مش عارف ايه المشكلة. اه. يعني لعبت بتلتة دفاع عشان ازود النزع الهجومية ودي الميسي فرص اكتر ان هو يروح الجول خزلني النهاردة في تلت مطشاط بصراحة. فانا عايز اعرف لو انت طالع لك ميسي وجربته هل فعلا بيعمل معاك زي ما بيعمل معايا كده? وفي مشكلة بتحصل? انا مش عارف. ولو عايز اعرف رأيك ان لو في مكان مناسب لعب ميسي فيه ازي كان صانع العاب او اس اس او حتى اه يمين اللي هو الجناح اليمين ار دابلي او اف. قل لي في اه التعليقات. ما تنساش في الاخر انك تحط لايك تشترك في القناة لان ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نستمر في تنزيل الفيديوهات. شكرا لكم على دعموكم في الفيديوهات اللي فاتت ونشوفكم في فيديو جديد في امان الله.